اشتركوا في القناة أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتفلين لأوامره نسأل الله تبارك وتعالى أن يمنى علينا وعليكم بدوام الصحة والسلامة والأمن والإيمان وأن لا يسلبنا نعمة جوار أبي عبد الله الحسين وشفاعته في الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد الله حسن على محمد وآل محمد فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت يعد من هنا فما بعد المقطع الثاني من زيارة عاشوراء المقطع الأول كان فيه أنواع السلام فيه إبداء العقيدة وفيه العاطفة وفيه الإخبار عن أن الحدث الذي حدث في كربلاء ليس له مثيل هذا الحدث انتشر في السماوات ملأ السماوات وتأثرت به جميع الكائنات الكائنات العلوية السفلية الكائنات في الماء الكائنات في البراري في الصحاري الكائنات بين السماء والأرض في الجنة والنار ومن يتقلب في الجنة والنار من خلقنا بربنا مما يرى مما لا يرى كل هذه الموجودات تأثرت بهذه المصيبة والواقع العظمى مع الدقة في التعبيرات التي ذكرناها بعد أن بين ذلك فرع عليه أن هؤلاء الذين تسببوا في هذه المصيبة ماذا يستحقون فلعن الله من أمة من أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت المؤسسين المؤسسين هذول بدأ باللعن عليهم قبل أن ندخل في شرح بعض هذه العبارات اللعن في زيارة عاشورا اللهم لعن فلعن ولعن الله فلعن الله هذن العبارات 18 مرة وارد اللعن وارد 18 مرة عشرة منها هنان عشر مرات اللعن هنا جاي واحدة بعد الأخرى فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ها بعد ولعن الله تبدأ بالتابعين شنو موقفهم اش سووا إلى آخر ما يأتي ان شاء الله لاحظت 18 مرة وارد شنو اللعن هذا أول واحد جاي قبل ما نذهب إلى العبارات عموم هؤلاء الذين لعنوا آيل 18 لعن هاي الـ 18 لعن اللي وارد هنا عموم هذا اللعن جاء في كتاب الله عموم هذا جاي في الكتاب الكريم في القرآن الكريم اللعن وارد أكثر من واحد وثلاثين مرة أكثر من ثلاثين مرة اللعن وارد في القرآن أهم الطوائف اللي لعنت كلهم مذكورين هنا كلهم مذكورين في القرآن أنا بنحو سريع أجيب الآيات أشوف الآيات تطبق على ذول اللي رح نذكرهم أو ما تطبق معلوم معلوم ذول منهم منهم ذول اللي احنا رح نذكرهم وذكرتهم زيارة عاشوراء ابتداء أسس أساس الظلم والجور عليكم أهل البي ولعن الله أمة قتلتكم الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم ويعدل هذول كلهم شنو من يقول على لسانك ولسان نبيك من يقول ذول جايين بس أنا رح أقرى لك والتطبيق عليك بشكل سريع حتى نستطيع لعله رح انبين الممارد اللي ورد اللعن والتطبيق في بعضها ان الله 64 الأحزاب ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا لعن من الكافر معلوم لديكم احنا من العن احنا مقادرين على اللعن الحقيقي هذا اللعن اللي احنا نلعن شعار شعار البراءة الحب شعار التولي وما يكون داخلا عملا في هذا العنوان مثلاً مثلاً احنا حينما نذهب الى بيت الله الحرام نطوف هذا تولي اظهار للمحبة الالهية كيف نحب الله قال تعالي لطوف نسمع نرمي الجمرات رمي الجمرات عبارة عن شنو البراءة اللعن والبراءة كذلك احنا عدنا تولي وتبري عدنا محبة وعدنا اشياء تتبع المحبة مثل السلام حينما نسلم حينما نزو حينما نحترم هذه تولي حينما نذكر اللعن هذا يعتبر شنو نتبرأ منهم بس احنا اللعن الحقيقي من نقدر عليه اللعن أطرد عن رحمة الله نبعده نلعن نبعده عن رحمة الله من نقدر نبعده عن رحمة الله فلذا ورد في الروايات إذا واحد لعن شخصا لا يستحق يرجع اللعن عليه يعني هو يبتعد هو يبتعد عن رحمة الله ما قدر يبعد ذاك فاللعن يعني إذا أتبرأ من تتبرأ إما تتبرأ من كل أفعاله من ذاته وأفعاله أو على الأقل من الأفعال والمعاصي التي ارتكبها مثلا فلذا إحنا كما ورد عن مولانا إبن الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه كن محبا لآل محمد وإن كنت فاسقا وكن محبا لمحبهم وإن كان فاسقا بيها اعتبار؟ باعتبار الولاء اللي عنده إذا أظهر معصية أنت تحب المعصية منه؟ المعصية ما تحبها تتبرأ منها أما ما تتبرأ من ذاته لأن ذاته يحمل ماذا؟ يحمل المودة الولاء المحبة لآل محمد صلوات الله عليه مجمعين مزين حتى لا نبتعد غرضنا أنه إبعاد شخص عن رحمة الله لا مو بدينا فلذا شن سوي إحنا؟ نطلب من الله عز وجل براءتنا من الشخص الذي نريد نتبرأ منه يستحق البراءة وإلا إحنا نبتعد عن الرحمة أن نطلب من الله عز وجل أن يبعده عن رحمته إذا يكون قريب من رحمة الله عز وجل قريب من لطف الله قريب من رسق الله قريب من فضل الله قريب من مغفرة الله قريب من ستر الله قريب 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 من كثير من الأشياء وقت اللي يكون بعيد عن رحمة الله كذلك يكون بعيدا عن الساتر يكون بعيدا عن المغفرة يكون بعيدا عن اللطف يكون بعيدا عن الفاضل وهكذا الأشياء الأخرى إذا صار بعيدا عن رحمة الله رح يصير قريب من عذاب الله قريب من غضب الله قريب من انتقام الله تبارك وتعالى حتى يكون شيء مقابل شيء من يبتعد عن شيء يقرب من شيء الجنة مظهر ورحمة الله النار مظهر وعذاب الله إذا ابتعد عن مظهر الرحمة الإلهية رح يكون وين قريب من الغضب الإلهي نعوذ بالله زين فأوقفتنا هذه العبارة حتى نمشي نرجع لها بسرعة فاللعن إحنا لما نشوف الله سبحانه وتعالى يلعنه وفعله إحنا لما نلعن نطلب من الله عز وجل أن يبعده عن رحمته زين وأن يقربه من عذابه يجعله في عذابه فهذه الآية الأولى إن الله لعن الكافرين أبعدهم عن رحمته اشتوى لهم وأعد لهم سعيرا إذا هم في رحمة الله يمكن أعد لهم سعيرا لا هذا مظهر الغضب فلما يلعنهم شي يصير أعد لهم سعيرا زين هؤلاء الذين جاءوا في الزيارة أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت وبعدين يقول وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقَامِكُمْ وَأَزَالَتْكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمْ الَّتِي رَتَّبَكُمْ اللَّهُ فِيهَا آخِرِهِ هَذُوَلَ الْأُمَمْ هَايِ الْأُمَّ وَهَأُولَاءِ الْجَمَاعَةِ ذُولَ لَهُمْ حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَدْهُمْ حَقِيقَةُ إِيمَانِ فَحَقِيقَتُهُمْ مَاذَا؟ يَدْخُلُونَ فِي هَذِي لَهِي وَلَا لاحظتوا؟ ذُولَ حَقِيقَتْهُمْ كُفَّارُ لَهُمْ كُفَّارُ حَقِيقَتْهُمْ ذُولَ مُؤْمِنِينَ حَقِيقَتْهُمْ كُفَّارُ ذُولَ لاحظت هذا؟ فيستحقون اللعن من هذه الجهة يولا؟ نعم بعد أريدكم تساعدوني حتى لا أأخركم ولن أتأخر في العبارة المطلب الثاني ظاهره بعيد لكن باطنه لا كما لعنّا أصحاب الثابت أصحاب الثابت خالفوا الله عز وجل في ماذا؟ في صيد الأسماك لعنهم الله والإمام زين العابدين صلى الله عليه يستشهد بالآية يقول هذه الأمة يلعنها الله لأنه لعن أصحاب الثابت بصيد الأسماك ألا يلعن من قتل ابن بنت رسول الله؟ فداخلين ذول الأمة داخلين؟ شف الموارد الثالث فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ السبب لللعن شنو؟ فَبِمَا فَبِمَا نَقْضِهِمْ هؤلاء نَقَضُوا الْمِيْثَاقَ أَوْلَا دا تشوف يستحقون اللعن مو من جهة واحدة مو من عمل واحد يستحقون اللعنات الإلهية عجيب الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول إن لله عز وجل لعنة على هذا الخلق زولة 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 أتباع هؤلاء يلعنهم في وقت كل صلاة كل صلاة اللي مؤذن يؤذن الله ينزل لعنات عليه فسه إحنا مرد نستشهد بالموارد الأخرى خلي نمشي فصال ثلاثة ويقول في قتل المؤمن وغضب الله عليه ولعنه ليقتل المؤمن فكيف بهؤلاء الذين قتلوا ابن بنت رسول الله فيستحقون اللعن في هذه الجهة أيضا المورد الخامس إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهِ يَدْعُونَ اللعنة من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ورد في الروايات أن حقيقة هؤلاء القوم باطنهم هو هذا يقول لو تنظر إلى حقيقة هذا الخلق كما أن الإمام زين العابدين أن الإمام زين العابدين صلى الله عليه بين لبعض أصحابه حيث قال ما أكثر الحجيج ذاك 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 قل للإمام شقد الحجيج هو شنو شاف لما كشف له شاف هذه الصور هاي الصور اللي وارد هنا هذول قريبين من الرحمة أو بعيدين من الرحمة يستحقون اللعن أو لا يستحقون اللعن فمن هذه الجهة أيضا وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ذول حقيقتهم منافقين يوم منافقين إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة بفعلهم آذوا الله ورسوله أو لا فيستحقون اللعن أو لا فهل عسيتم أن توليتم يعني صرتم حكام أخذتم ولاية الأمور أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم لما غصبوا الخلافة وصارت بيديهم الولاية والحكم أفسدوا في الأرض وقطعوا أرحام أولا أولئك الذين لعنهم الله من هذه الجهة يستحقون اللعن والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وارد في تفسير المشركين المشركات الذين يشركون في الإمامة غير من نصبه الله عز وجل فيستحقون اللعن أشركوا لو ما أشركوا في هذه الجهة يستحقون اللعن ولا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب كتموا البينات والهدى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون شوف الموارد كلها اللي دا تجي تنطبق عليهم كل الموارد اللعن اللي إجدت في القرآن دا تنطبق على ذوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم علام المجلسي رحمه الله في جزء سلاثين ينقل فالحديث صعب جدا جدا صعب في ضمن ذلك الحديث هذا موجود فيه أنهم رموا المحصنات ورموا فاطمة صلوات الله عليهم لعنوا في الدنيا والآخرة شوف استحقوا اللعنة من هذه الجهة ما كفد جهة سوء جهة معصية جهة رذيلة إلا ودخلوا فيها وارتكبوها كيف يهد الله قوما كفروا بعد إيمانهم ارتد الناس بعد رسول الله موشكل ارتدوا كيف يهد الله قوما كفروا بعد إيمانهم بحسب الظاهر يعني وشهدوا بأن الرسول حق جاءوا قاتلوا شهده الحق بحسب الظاهر وجاءهم البينات بينت لهم البينات والله لا يهدى القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله ذول جزاؤهم شنو أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين مو بس لعنة الله لعنة الله كافية هي لعنة الله هي كافية بس مع ذلك أربع وطعش من الآيات فقل تعالوا ندعو أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين كذبوا هؤلاء كانوا كاذبين في ادعائهم وما كانوا كاذبين استحقوا اللعنة من هذه الجهة أيضا فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين فلعن الله أمة أسست أساس الظلم هناك هم يأذن المؤذن بهذا العنوان فاستحقوا اللعنة لظلمهم وأخيرا رقم 16 من الآيات والشجرة الملعونة في القرآن في تفاسير الشيعة وفي تفاسير المخالفين لأهل البيت أيضا أوردوا أحاديث على أن الشجرة الملعونة شجرة بني أمية ولا يخفى عليكم القرآن يقول فمن تبعني فإنه مني اللي يتبع بني أمية منهم وإذا واحد من بني أمية يتبع أهل البيت مثل سعد وأمثال مجموعة مثل ذكروا في التاريخ زول مني رح يصيرون كما قال له الإمام الصادق فإنه مني قال لأنت نسبك من ظاهر نسبك من أهل البيت بس أنت منا أنت ظاهر نسبك من بني أمية بس حقيقتك منا أهل البيت قال لسعد الخير الغرض أنه أردنا أن نذكر لأخوة أنه هاي 16 مورد 16 عنوان في القرآن ورد اللاعن كلها تنطبق على هؤلاء القهم كلها تنطبق كل الموارد فلذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه القسم الأول من الزيارة لما سلم على أبي عبد الله الحسين وأمرنا أن نسلم ونتأدب بهذه الآداب بعد ذلك بين عظم المصيبة لما بين عظم المصيبة فرع فلعن فلعن الله أمة من هاي المصيبة بهذه بعظمها وكبرها وجلالتها هاي المصيبة من أين جدتي من أسسها من أسببها ذكر بدأ بذكري هؤلاء قال فلعن الله أمة اللي أسس أساس الظلم وإن كانت الأمة تطلق على الفرد من أكثر من اعتبار وجهة ذكرت في اللغة ولكن الذي يبدو أنه لا حقيقة ذول اللي أسسوا أساس الظلم اللي كتبوا الصحيفة واللي كانوا يجتمعون ويتسامرون في الليل هم أمة جماعة يعني هذول شنو كان شغلهم أسست أساس الظلم والجوري الظلم اللي يصدر من عموم الناس وعادة الجوري يكون من الحكام يعني ذول مو خلوا الحكام اللي يحكمون يظلمون أهل البيت خلوا الأمة تظلم أهل البيت خلوا الناس يظلمون أهل البيت بالتبع لهم فلذا ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول أصبحت الناس الناس أصبحت تخاف رعاتها يعني يخافون من الحكام أصبحت الناس يخافون من 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 حكامهم وأصبحت أخاف رعيتي جانب ظلم ما عند أمير يقول أنا أخاف ظلم رعيتي أصبحت الناس تخاف ظلم ظلم رعاتها وأصبحت أخاف ظلم رعيتي الناس الجرأوا إلى هل حد هذا إن شاء الله يأتي بقية الكلام في ذلك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وآخر دعوانان الحمد لله صل على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة